في ساحة الوسطى احتفل اكسبو 2020 دبي باليوم الوطني لجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بحضور معالي الشيخ انهيان بن مباركال انهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لأكسبو 2020 دبي ومعالي تاقيسي شافو رئيس مجلس النواب الاثيوبي وفي كلمة الله خلال الاحتفال اشار معالي الشيخ انهيان الى المشاركة القيمة لاثيوبيا في المعرض الدولي حيث انها مهدو وارض البشرية وهذا ما عكسه جناحها مؤكدا على عمق العلاقات بين الامارات واثيوبيا باعتبار الاخيرة شريكا استراتيجيا للامارات ومن جانبه قال معالي شافو ان الامارات نجحت في قامة هذه النسخة من اكسبو بكل المقاييس مشيرا الى انها اكبر شريكا استراتيجيا وتجاريا لاثيوبيا في المنطقة استغل هذه الفرصة ليعبر عن سعادتنا الكبيرة لوجودكم معنا هنا كطرف مشارك ومتفاعل في اكسبو 2020 دبي ومع بداية الشهر الاخير لهذا التجمع العالمي الغير اعتيادي نحن فخورون بان الرسالة قد وصلت ووعدنا قد تحقق باقامة اكسبو مختلف تماما بمشاركة فعالة وقيمة من 192 دولة وفعليا انه لشرف لنا استقبال ملايين الزائرين من مختلف انحاء العالم انه نجاح غير عادي مع جمع كل هذه الاطياف تحت سقف واحد انه شرف وفخر بالنسبة لي المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم والمشاركة في اليوم الوطني لاثيوبيا في اكسبو 2020 دبي باسم شعب جمهورية اثيوبيا اتقدم بالتهاني لدولة الامارات بنجاحها في عقد هذه النسخة من المعرض الدولي على رغم من الظروف الدولية الراهنة والتحديات الكبيرة التي نواجهها وجمع كل شعوب العالم في مكان واحد